جلسة البرلمان اليوم إخفاق جديد في تسمية رئيس جديد للبرلمان ما يتحمل هذا الإخفاق أهي الكتل التي تروم الوصول إلى هذا المنصب أم ربما قوى اتلاف إدارة الدولة بأجمعها نعم في البداية تحية إليك أستاذ أحمد ولكل المتابعين الكرام أنا أعتقد في اللحظة الأولى لإدارة الجلسة من قبل السيد نائب رئيس مجلس النواب السيد محسن المندلاوي كان المفروض أن يتم حسم هذه الجلسة من الثابت والبديهي حينما يكون ليس هناك أغلبية في موضوعة الوصول إلى المرشح الذي يشغل منصب نائب رئيس أو رئيس البرلمان استنادا إلى الفقرة معاش من قانون النظام الداخلي لعام 2022 يتم إعادة الجولة بين أعلى الأصوات ولكن يبدو أن طبيعة المشهد السياسي في صراع القوى السنية فيما بينها وكذلك هناك رؤية بغلق الباب فيما يخوص موضوع عودة السيد الحلبوسي أو مرشحه هو الذي أدى إلى رفع الجلسة في هذا الاتجاه وبالتالي دخلنا في أتون أزمة كبيرة يقابل هذا أن بعض الأطراف لمحت بأن من الممكن أن يكون هناك قضية باتجاه المرشح السيد شعلان الكريم في هذا الموضوع وهذا ما خلق رؤية لدى نائب الأول أو رئيس مجلس النواب بن إنابة سيد محسن المندلاوي أن يرفع الجلسة وبالتالي دخلنا في أتون مشكلة كبيرة تمخضا عن كل هذا أقولها بكل وضوح أن البيت السني أساسا لم يمتاز بحالة من التنازل بعضهم إلى البعض الآخر بل وجدنا أن هناك انشقاقات داخل هذا البيت بطريقة أدت إلى تعقيد المشهد السياسي العراقي وتمخضا عن كل هذا أيضا انسحاب السيد شعلان الكريم من كتلة السيد محمد الحلبوسي وبالتالي أدخله في حرج كامل بالرغم من أن هناك دعوات لإعادة النظر في المادة 12 التي تنص في موضوعات إضافة فقرة بأن يكون يسمح إلى فتح باب الترشيح ولكن يبدو أن هذا الأمر صعب المنال خاصة إذا ما علمنا أن اليوم هناك 150 نائبا قدموا طلبا لوضع فقرة في برنامج يوم غد يخص في انتخاب رئيس مجلس النواب ويبدو أن هناك اجتماع الآن اليوم في اتلاف إدارة الدولة وهذا بحضور السيد نيشيربان برزاني رئيس إقليم كردستان وبالتالي يبدو أن هناك اجماع في موضوع عالية اختيار رئيس قادم لمجلس النواب العراقي قد يحسم يوم غد وهو بحاجة إلى 166 سلطة